اشتركوا في القناة 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 فنزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجالهم صدقوا معهد الله علي ده كان سبب لزول الآية وهذا السبب وإن كان في أنس بن النظر إلا أنه في أي إنسان في الدنيا يصدق مع الله سبحانه وتعالى إن تصدق الله يصدق وهنا تعرض طبعا لهذا الحديث الجميل شاهد في الموضوع أن المولى عز وجل بيحض المؤمنين على الصدق وما أجمل الصدق في زمان سمحوني غاب فيه الصدق بل وصل الأمر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقولها بكل حزن وبكل أسع كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدقوا فيه شو بقى المشكلة الكبيرة أن أنت تعيش في زمن الدنيا كلها بقت خدعة الدنيا كلها الموازين انقلبت والأمور بقت صعبة الأبيض بقى السود والأسود بقى أبيض والأحمر بقى كروهات والكروهات بقى بنفسجي والدنيا تلخبطت إحنا عيشين في لخبطة ألوان ولخبطة أخلاق بجد النبي اللي قال كده سيأتي على الناس سنوات وسمها تسمية عجيبة جدا سنوات خداعات خداعات بقى ليه الخداع شغال فيها على طول مش بتخدعك مرة وتسكت لا خداعات خبالي سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدقوا فيها الكاذب يا رب سلم يا رب سلم تخيل لما الكاذب يصدق ويصدقوا فيها الكاذب ويكذبوا فيها الصادق ويؤتمنوا فيها الخائن ويخونوا فيها الأمين هي السنوات اللي احنا عايشينها ديها الصادق أصبح أمين والصادق أصبح كاذب والكاذب أصبح صادق والأمين أصبح خائن والخائن أصبح أمين الدنيا بقت مطلغبطة حتى زمان كانوا بيقولوا زمان أن سمت الوجه بيعبر عما في القلب الآن انسى الموضوع هذا خالص الآن حتى سمت الوجه ما بقاش يدل على ما في القلب لأننا نعيش في زمن السنوات الخدعات ومن أجل ذلك ربنا بيقول لها يا مؤمنين يلي آمنتم بالله وراضيتم بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الله أكبر اتقوا ربنا والتقوى كما عرف علي بن بن طلبي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل وعرف طلق بن حبيب قال إذا وقعت الفتنة فأطفيوها بالتقوى قالوا وما التقوى قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله واستحسن الإمام بن تميه هذا التعريف لأنه يحتوي على شرطي قابول العمل الإخلاص والمتابعة أن تعمل بطاعة الله على نور من الله هي المتابعة ترجو ثواب الله هو ذا الإخلاص وأن تترك معصية الله على نور من الله هي المتابعة تخشى عقاب الله هو ذا الإخلاص فدحتوى على إيه التعريب دحتوى على شرطي قبول العمل اللي هو المتابعة والإخلاص يبقى إذن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ويقف آية تانية بقى يقولك مش أنا بقولك اتقوا الله وكونوا مع الصادقين طب تعال وريد بقى إيه عاقبة الصدق الجميلة جدا جدا يوم القيامة هيكون أجروا عمل إزاي قال جل وعلا في آخر سورة المائدة هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم إيه الثواب يا رب العالمين لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم الله أكبر ما شاء الله رضي الله عنهم وفوق ده كله كمان ورضوا عن ده حاجة يعني لا تخطر على قلبه بشر احنا كبشر نرضى عن الله سبحانه وتعالى شيء عجيب جدا ودهت قالت طبعا في الصحابة ورضو في آية الأخرى رضي الله عنهم ورضوا عن سبحان الملك لما تشوف يعني حتى يقولك الكرامة مش إن ربنا رضي عنهم الكرامة إن ربنا هو اللي بيقول والصحابة دولة تردي عني اللهم صلي وسلم وبرك على حبيبنا محمد اللي رب أعظم جيل عرفته البشرية كلها يبقى المولى عز جل بيقولك اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ويوضح لك الأجر يوم القيامة هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم تعالى نشوف حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بيحد الأمة على الصدق إن هم يكونوا صادقين ومحدش فينا يجذب أبدا أصل اللي بيجذب ده بيجذب ليه إما إنه خايف من حاجة وإما إنه عايز ينصب يعمل أي حاجة طب لو خايف يعني أتخشونهم فالله أحق أن تخشوهم إن كنتم مؤمنين الإنسان بتخاف من الناس ليه ولذلك كم من الثلاثة خب بالك من الحديث العجيب ده كم من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم كم من ضمنهم ملك كذاب قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصعيح ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم خب بالك ولهم عذاب أليم كم من ضمنهم ملك كذاب طب الملك الكذاب يعذب العذاب ده كله قال لك لأن المالك الكذاب ده اللي بيكبره على الكذب ده مالك بيحكم أم كاملة لو شاور بيصبعه كده الدنيا كلها تتغير اللي يحمله على الكذب سوى أنه يريد أن يعصي الله سبحانه تعالى عشان كده كم من التلاتة اللي ربنا لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم أربع عقوبات تترتب على هذا الإنسان الذي يكذب في الدنيا ويعقب على هذا الكذب في الآخرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواهه أحمد والترمذي بسندا صعيح دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذبة ريبة الصدق طمأنينة فعلا إنسان لما يكون صادق بيكون قلبه كده مطمئن ولما تقف قدام الناس وتتكلم تتكلم بشجاعة ما بقولش بوقاحة بقول بشجاعة وفيه فرق بين الشجاعة المخلوطة بالأدب وبين الوقاحة اللي ملهاش فهاش شجحت الأدب فيه فرق أن أنا أكلم مع واحد كده وأنا شجاع ووافق في كلامي وإن أنا أتكلم معه واش أقول له مش أعرف بإيديه إزاي وأتكلم معاه وابصله إزاي لأ دي مش 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 شجاعة ده فيها سوق أدب إنما أنا بتكلم عن الإنسان الصادق فعلا تلوقف ثابت لما تيجي تقول له مثلا اعمل كذا سوي كذا سبحان الملك أذكر مرة معلش دي على هامش اللي سيرة أذكر مرة من مرات من منح من المنح اللي ربنا أكرم لي بها في التسعينات وكان بيتحقق معايا وكنت متغمي بقى لي تسع تيام تسع تيام متغمي حد لما خلاص يعني إيه يعني وصل بنا الأمر إلى ربنا يعافينا عافيكم إلى نحن كنا بقول يعني رب حيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي كنا بنتمنى الموت من العذاب اللي إحنا فيه ففوصة التحقيات الزابط اللي بيسألني بيقول لي إيه بيقول لي الشيخ محمود أقول له تفضل يا فن أقمر قال لي الشيخ فلان بيقول عليك كذا كذا قلت له يا فندم هو ميقولش كذا فرح مسرق قال لي اعنى أنا كذاب قلت له حضرتك مش كذاب وهو ميقولش كذا برضو لإن أنا مش كذا فقال لي طب شيل الغطر من على وشك فشيلته الأول مرة بعد تسع تيام قال لي انت أرجل وأجدع وأصدق واحد ووقف قدامي قلت له جزاك الله خير قال لي عارف ليه قلت له ليه قال لي إن كل واحد من الشباب اللي جبتهم دولت لما كنت أقول له فلاني الفلاني بيقول عليك إن ان انت كذا قال لي أنا كذا ده هو اللي كذا وبيعمل كذا وعنده منشوراته بيعمل وهو ما فيش أصل حي ما كان عنده بس إيه نظام بيلزقل تهمة فبالزقل ومية تهمة فبالزقل فكلهم لبسوا البعض تهم وكلهم هيتبهدلوا بسبب إنهم لزقوا البعض تهم إنما أنا لما سألتك قلت له حضرتك قال عندي شعار اسمه الصدق من جاء وشعار قبل صدق من جاء إن المولى عز وجل بيقول لي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ويكونوا مع الصدقين أنا مش من مصلحتي أكون عند حضرتك هنا لمدة خمس داي أنا أتمنى أخرج النهاردة قبل بكرة وما عنديش استعدادة إن أنا أجذب لإني في النهاية أنا سألقى الله سبحانه وتعالى في النهاية إنت لو عايز تسجني أنا إن كنت أنا هجذب عليك عشان أرضيك قادر ربنا سبحانه وتعالى إنه يسخطك علي ويخليك تعمل لي جواب أعتقاله وأنا واقف وقادر ربنا سبحانه وتعالى اللي إن شاء الله تفضل ويعني خلص إجراءاتك ومع ألف سلام والفعل خرقت في اليوم دو أصدق من جهة أصدق مع ربنا وأصدق مع الناس ربنا هيكرمك وينجيك دنيا وأخرا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تصلى عليه كما عند أحمد بسند صحيح أربع إذا كنا فيك لو أنت عندك حاجة لو عندك اللي أربع حاجة دولة والله العظيم لو فاتتك الدنيا والعربيات والفلال والفلوس والصحة وكل حاجة ولا همك أنت كذبان دنيا وأخرا أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا صدق حديث الله أول حاجة صدق حديث وحفظ أمانة وحصن خلق وعفة مطعم الله أكبر اللهم صلى الله وسلم وارجع عليه الصلاة والمحمد النبي صلى الله عليه وسلم يقوله كما في الصحيحين وأختم بالكام حديث دولة عشان نطلع فاصل إن الصدق يهدي إلى البر الحديث في الصحيحين وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق يصدق ويتحرصك حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب وفي رواية وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذابة آخر حديثين حديث رواء أحمد بإسناد حسن أنا ربي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي ستة من أنفسكم أضمن لكم الجنة ستة حاجة تضمنواها لي أضمن لكم الجنة كم من ضمنها أصدقوا إذا حدثتم آخر حديث رواء أبو داود بإسناد حسن إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم أنا ضامن أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا حتى لو كنت بتهزر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا صدقا صلى الله عليه وسلم نطلع فاصل قصير وستصلى على حبيبك ما نقرأ في الكتاب المستبيل بالعيوم والمشاعر واليقين رح نعيش بالولوغ مع كلنا نعرف المعنى وتي دينا الحكاة بالولوغ مع كلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم مؤدي إيه إن سيرة الإنسان خصوصا لما يكون في محل الدعوة سرته بتنفعه في نجاح دعوته لما يكون إنسان صادق يكون إنسان أمين يكون إنسان محترم يكون إنسان عنده عفة نفس بفضل الله سبحانه وتعالى كل هذه الأمور بتؤثر فيه دعوته وبتجعله القبول في قلوب الناس والناس سبحان الله بتقرأ ما في القلوب وتقرأ ما في العيون والمولى عز وجل يطلع على ما في القلوب ربنا يا ربي يسطرنا وإياكم في الدنيا ويرزخنا وإياكم الصدق مع الله ثم مع الناس فضل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب قبل البعث أيام الجاهلية كان يلقب بالصادق الأمين تخيل واللي كان بيقول عليه كده مين ده أبو جاهل وأبو لهب عقبة بن أبو معايته الشلة الجميلة دي كانوا بيقولوا عن النبي أنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رأى البخاري المسلم أن أبو سفيان وكان ساعتها كافر لما قابل هرقل اللي هو ملك الروم فحب يسأله عن بعض الأشياء قال لهم مين أقرب واحد فيكم من محمد النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا أقرب واحد أنا من كريش فبدأ يسأله فقال له بما هيأمركم فأبو سفيان قال كلبة حلو قوي قال والله لو لا الحياء بالله عليك ركز في الجملة دي وبقرأها بقرجع للكتاب البخاري المسلم ويقرأ الجملة العجيبة دي قال والله لو لا الحياء من أن يؤثر علي كذبا لكذبت علي اللي قوله أن أنا أخشأ وأستحي أن يتقال علي في يوم الأمين أن أنا كذبت ومشرك بواش مسلم لكذبت على هرقل فقال له فبما هيأمركم قال يأمرنا طبعا قال له أشياء كثيرة جدا كان مضم الله إيه يأمرنا بالصلاة والصدق يعني بيأمرنا بالصدق صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رأى البخاري المسلم في بداية نزول الوحي لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل في الغار وقال أقرأ ما أنا بقارئ كان ينبع السلام في غاية الرعب رجع البيت يقول لخديجة زملوني غطوني دفروني فلما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم قال والله يا خديجة لقد خشيته على نفسي قالت كلا كلا والله لا يخزيك الله أبدا وقالت بعض الشمائل الجميلة والصفات العجيبة للنبي صلى الله عليه وسلم فكم من ضمنها إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث أنت يا رسول الله أنت إنسان صادق أنت بتصل الرحم وإنسان صادق لا يمكن ربنا يخزي إنسان صادق أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث ولذلك جاء في الكلمة الجميلة المعروفة الصدق من جاء كان في أحد العلماء وهو صغير عنده حوالي 12 سنة اسمه عبدالقادر الجيلاني كانت أمه إداته 40 دينار 40 دينار ده مبلغ نار ده مثلا يساوي إيه 4-5 تلف جنيه وقيت له خد يا بني المبلغ ده وسافر إلى البلد الفلاني وطلب العلم وطلب الحديث على يد أهل العلم ولكن إياك أن تخرج يا وحدك انتظر شوف أي قافلة رايح البلد دي اطلع معها كده إيه اتونس بهم طول السكة السكة طويلة فلاق قافلة طلعة مش معهم هو ماشي معهم طلع عليهم لصوص عشان يسرقوهم سرقوا القافلة كلها جمع عند الغلام الصغير ده فواحد من اللصوص بيسأله كم معك يا غلام قال له 40 دينار فظن أنه بيهزر قال أتمزح قال والله لا أمزح قال له تعالى معي راح واخده المين لرئيس اللصوص الزعيم الكبير تعالى عصابة قال له كم معك يا بني قال 40 دينار قال أين هي ورحمة الله 40 دينار قال سبحان الله ما الذي أجبرك على أن تقول لأن معك هذا المال مع أنك تعلم أنني صارك وأنني أريد أن أخذ هذا المال فقال له عبدالقادر الجيلاني لقد عهدت أمي منذ صغري على أن أكون صادقا فأنا أخشى أن أخون العهد مع أمي فبكى رئيس اللصوص وقال سبحان الله أنت تخشى أن تخون العهد مع أمك وأنا قد خنت العهد مع ربي والله لقد طبت إلى الله وأبر جميع اللصوص أن يرد جميع الأشياء التي سرقوها من الناس جميعا وتابوا جميعا وتاب هذا الرجل فلما تاب رئيس اللصوص قالوا اللصوص بقال له لقد خنت زعيمنا في السرقة وأنت اليوم زعيمنا في التوبة وتابوا جميعا على يد هذا الغلام فالصدق من جان في الحديث الجميل الذي رواه النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر مباشرة كان بيوزع الغنائم على الصحابة فكم من ظنهم واحد سافر لمكان كده فلما عاد قالوا له هذا حظك وقسمك من غنائم قيبر تركها لك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم طيب فرح واخد الغنائم كلها واستقها وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله والله ما على هذا اتبعتك أنا ما اتبعتكش على كده أبدا قال له نبي صلى الله عليه وسلم فعلى ما اتبعتني قال والله يا رسول الله ما اتبعتك إلا على أن أرمها هنا وأشار إلى حلقي فقال له نبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق لو تصدق مع ربنا شوف ربنا يا كلمك إزاي فدخل هذا الصحبي في الغزوة اللي بعدها وأصيب بسهم في حلقي في نفس المكان الذي أشار إليه فدخلوا به على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أهو هو؟ قالوا أجل هو يا رسول الله قال صدق الله فصدقه الله ثم قام النبي ودفنه وقال بعدما دفن اللهم إن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فالكذب له خطورة عظيمة جدا وأسوأ ما في الكذب هو الكذب على الله والكذب على رسول الله قال جل وعلا ويوم القيامة طرى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة الله المستعان ربنا عافين وعافيكم يا رب يا رب سلم يا رب خيل يأتي يوم القيامة كلنا طبعا نحش يوم القيامة حفاتا عراتا غرلا غير مختونين كلنا كده عريانين كما ولدتنا أمهاتنا فتخيل الجسم أبيض والوش أسود ربنا عافين وعافيكم منظر صعب جدا ليه كان بيكذب على الله سبحانه وتعالى ويوم القيامة طرى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة تابوا اللي بيكذب على النبي على السلام قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والكذب على الرسول الله يتناول أمرين أن أنت تثبت للنبي حديث هو ما قالهوش لمجرد أي حاجة تقول قال رسول الله وإنت عارف الحديث ده لم يرد عن النبي عارف أنه ضعيف ورغم زيك بتروه هذا الحديث فهذا كذب على رسول الله والنوع التاني من الكذب على الرسول أن تثبت للنبي حديثا لم يقله يعني خب بالك من حاجة أن أنت تقول الحديث النبي ما قالوش أو تثبت حديث أو تنفي حديث النبي قالو بمعنى إيه؟ بمعنى حديث ضعيف وأنا أقول الحديث ده صحيح وبرويه يبقى أنا كده كذبت على رسول الله طيب حديث صحيح وأنا أقول لا الحديث ده مش صحيح الحديث ده ضعيف وأنا عارف أنه صحيح يبقى ده كذب على رسول الله ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار كان من خطورة الكذب قصة عجيبة جدا قصة واقعية حصلت في الأيام اللي فاتت قصة حصلت من سنين يعني قريبة أن امرأة طيبة جدا وإنسانة فاضلة وكان عندها ابنها الوحيد جزها مات وملهاش في الدنيا دي غير ابنها لا ليها عم ولا ليها خير ولا ليها أي حد يعني ملهاش غير أخت بس كده يعني بتزورها بين الحين والحين لكن هي كل اللي طلع بهم الدنيا ابنها دا وابنها دا كان متدين جدا وحافظ الكرآن وكان متدين وبيصلي ومحترم جدا تخرج من كلية الطب وبعدين خاد الماجستير وأراد أنه ياخد رسالة الدكتوراه من أمريكا ولما أراد أنه يسافر الأم طبعا بكت بكاء شديد جدا لابنها لأول مرة يفرقها فبدأت تبكت قولي يا ابن خد بالك من نفسك خد بالك من مصحفك وكرآنك وصلاتك حافظ على نفسك من الفتن اتصل علي على طول طميني عليك اهتم بدراستك خب لك من أكلك من شربك من صحتك الأم بقى وقلب الأم أنت عارفين يعني فالابن سافر وقضى وقت طويل جدا وكان دايما يتصل بالأم عشان يطمينها عليه وكان ابن بر جدا والحمد لله خد رسالة الدكتوراه بامتياز مع مرتبت الشرف واتصل بأم وأم الحبيبة أنا راجع يوم الخميس القادم بعد الظهر مباشرة الأم فرحانة وسعيدة وما هيقى البيت لاستقبال ابنها اللي غاب عنها فترة طويلة جدا عبالما خد رسالة الدكتوراه وده ابنها الوحيد وما لهاش في الدنيا غيره وفي زل ما هي منتظرا وفجأة رن جرس التليفون ظنت ان ابنها وصل والكلام ده كان بعد الظهر ظنت ان ابنها وصل يعني قالتها رد عشان يقول لي مثلا الحمد لله وصلت يا أم وجايلك في السكة فبتردها على التليفون فلقت واحد بيتصل بها قال لها حضرتك أم فلان قال لها أيوة قال لها البقاء لله ابنك مات في حادثة العربية وجاي من المطار وتوفي والجنزة بتاعتها تطلع بعد ثلاث ساعات من مسجد كذا الأم جالها طبعا حالة انهاء العصبي خدوها على ورفة الانعاش في حالة يرث لها ابنها الوحيد كادت ان تموت ابنها واخد رسالة الدكتوراه وجاي من أمريكا كادت ان تموت وفي ظل تلك حالة طلع أصلا ابنها ما ماتش كان واحد بيتصل عشان يهزر وبيجذب على الأم المسكينة ديت واحد بيمزع زي ما كتير من الشباب بيتصلوا التلفونات ويهزروا ويخربوا بيوت كتيرة بسبب التلفونات والهزار والحالات اللي بتحصل ديت فالمهم شاء المولى عز وجل ان الشاب وصل المطار في الوقت دوت فلما وصل المطار ركب تاكسي وراح البيت بسرعة فأول ما وصل البيت قالوا له ده أمك في غرفة الانعاش لانه واحد اتصل قال لها ان انت موتت بسبب حادث سيارة حصل لك وانت راجع من المطار الشاب طبعا الجنن في المستشفى ايه في المستشفى كذا جري عشان يلحق أمه بأي طريقة وهو ماشي طالع بسرعة جنونية قدر ربنا ان السيارة انقلبت بيه وهو رايح يزور أمه عشان يتطمن عليها قبل ما تموت فانقلبت السيارة بيه فمات فعلمت جرته فراحت عشان تقول لأمه تخالي حبيبتي ان ابنك كان حي وما كانش ميت والرجل اللي اتصل بيجي كان بيجذب عليك وابنك وصل البيت ولما عرف ان انت في غرفة الانعاش من شدة حبه ليك وشوقه ليك ركب عربيته وطلع بأقصى سرعة انقلبت بيه العربية فمات فالأم اللي كانت في غرفة الانعاش فدلت تسرخ بصورة هستيرية لحد ما فاضت روحوها خلال نصف ساعة وماتت الأم بسبب كذبة فخدوا بالكم الصدق من جاء والكذب لا ينجي الإنسان بل يضيح حياة الإنسان في الدنيا والآخرة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجههم مسودة لكن التنين بقى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ربنا يجعلنوا وإياكم من الصادقين ونلتقي بقر إن شاء الله مع آية وحكاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى الله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة